بالإجماع اتفق مجلس الوزراء على عدم دفع استحقاق اليوروبونز المقدر بنحو مليار ومئتي مليون دولار قرار بالتخلف عن سداد الدين من شأنه أن يكون بداية لمرحلة اقتصادية لم يشهدها لبنان من قبل لا في السلم ولا في الحرب الجنسة التي استمرت نحو أربع ساعات في قصر بعبدة وحضرها جميع الوزراء انتهت بلا مقررات لتفسح بالمجال أمام رئيس الحكومة حسن دياب للإعلان بنفسه عن القرار وما سيواكبه من إجراءات مبنية على إصلاحات مالية وإدارية مصادر مطلعة على الجلسة لفتت إلى أن جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية عليماد ميشيل عون تخلى لها عرض عن الواقع المالي والنقضي في البلاد ثم دخل الخبراء والاستشاريون الدوليون وقدموا عرضا وأجابوا على سيلة الوزراء وبحسب المصادر سيكون هناك جلسات مدتالية لمجلس الوزراء لعرض بنود الخطة الاقتصادية والاجتماعية على أن يشهد الأسبوع المقبل جلستين واحدة عادية وأخرى استثنائية للبحث في الشؤون الاقتصادية جلسة مجلس الوزراء سبقها اجتماع مالي حضره إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبة رئيس مجلس الوزراء زين عاكر وزراء المال والاقتصاد حاكم أصرف لبنان رياض سليمي ورئيس جمعية المصارف سليم صفير إضافة إلى عدد من المستشارين خرج هذا الاجتماع بغطاء سياسي للحكومة بحال قررت عدم دفع استحقاق اليوروبونز عرضت في الاجتماع الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبونز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات المتتالية التي انعقدت برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء مع حاكم مصف لبنان ورئيس جمعية المصارف وفريق عمل من الاختصاصيين والخبراء والاستشار المالي لازار والاستشار القانوني كليرلي جوتليب ستين أن هاملتون والاستشار في مجال التواصل هاي جيت المتخصصين بإدارة الديون السيادية واستنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة كرر المجتمعون بالاجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة مع الإشارة إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهود اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري وخلال الاجتماع قال الرئيس بري أنا مع التعاثر المنظم لكن ما قامت به المصارف من خلال بيع سندات اليورو بونز أضعف لبنان ووصلنا إلى مكان لم يعد بإمكاننا التفاوض فيه من منطلق القوة وكان قد سبق الاجتماع المالي لقاء بين الرؤساء الثلاثة تم في خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية اشتركوا في القناة